اشتركوا في القناة ومن شانها المساهمة في تطوير العلاقات الأمنية بين البلدين معربا عن خالص شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ولحكومة مملكة البحرين الموقرة على ما تلقاه الجالية الهندية في البحرين من رعاية واهتمام وأشار وزير الأمن الداخلي لأن توقيع اتفاقية التعاون الأمن بين البلدين يسهم في التعاون والتنسيق بشأن مواجهة مختلف الأخطار التي تشكل تهديدا للأمن مشددا على أن استقرار الأمن بدول مجلس التعاون الخليجي أمر مهم بالنسبة للهند مشيرا إلى أن الإرهاب بمثابة خطر كبير على أمن وسلامة المجتمعات ويتطلب تكاتف الجهود من أجل مواجهته والتصدي بهدف تعزيز وحماية الأمن الإقليمي وخلال اللقاء أعرب معالي وزير الداخلية عن شكره وتقديره لوزير الأمن الداخلي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منوها إلى العلاقات التاريخية والقديمة التي تجمع البلدين الصديقين والتي تشهد تطورا كبيرا وأشهد معالي الوزير بمساهمة الجالية الهندية في بداية نشأة شرطة البحرين والدور الكبير الذي قاموا به في هذا المجل لافت إلى أن الشعبين البحرين والهندي يمثلان حضارات تاريخية عريقة قائمة على الانفتاح واحترام الآخر وأكد معالي الوزير على أهمية الحاجة إلى تطوير التعاون الأمني في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم وما يواجهه من أخطار غير عادية وأن خطر التطرف الديني والأديولوجي هو أصل الإرهاب الأمر الذي يستدعي تحركا إقليميا ودوليا فاعلا للتصدي له وتجفيف منابعه وفي هذا الإطار طرح معالي الوزير خلال لقائه مع نظيره الهندي فكرة إنشاء مركز للشرطة الآسيوية يسهم في تبادل المعلومات الأمنية على غرار اليوروبول المعمول به في الاتحاد الأوروبي ويعمل على تعزيز التعاون والتنسيق الأمني وتوحيد الجهود المشتركة وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية الهند وبحث التعاون والتنسيق الأمني في مجال تبادل الخبرات والمعلومات بما يسهم في الارتقاء بهذه العلاقات وفتح أفاق أوسع للعمل المشترك كما تم بحث عدد من المضوعات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة وقد وقع الجانبان البحرين والهندي اتفاقية بشأن التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة والإثجار غير المشروع بالعقابة والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية حيث وقع الفريق الركن مع الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية عن حكومة مملكة البحرين وسيد راجنات سينغ وزير الأمن الداخلي عن حكومة جمهورية الهند وتتضمن الاتفاقية تعاون الطرفين في مكافحة الأعمال الإجرامية خاصة الإرهاب بجميع أشكاله ودعمه والتحريض عليه وتمويله والجرائم ضد الممتلكات العامة والهجرة غير المشروعة والإتجار في البشر وتزوير وثائق الهوية والسفر واستخدامها بشكل غير قانوني كما تشمل الاتفاقية الموقعة التعاون في مجال البحث العلمي والتكنولوجي وبناء القدرات من خلال المساعدة العلمية والتقنية ونقل التكنولوجيا المتخصصة والمعدات المتعلقة بمجالات مكافحة وكشف مختلف أشكال الجريمة وبموجب الاتفاقية يقوم الطرفان بتشكيل لجنة توجيهية مشتركة تتولى تحديد أنشطة التعاون وتجتمع بالتناو بين البلدين كلما دعت الحاجة لذلك ترجمة نانسي قنقر